من جانبها أعلن جامعة الدول العربية تضامنها مع المملكة ضد أي تهديدات خارجية تستهدفها وتستهدف أمنها واستنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية حالة التصعيد غير المسبوق التي تمارس ضد سعودية وقال أن التدخلات الإيرانية مرفوضة وتعكس رغبة في شاعة التوتر والإضطراب من أجل ممارسة الهيمنة على الآخرين وهذا أمر مستهجا ولن يقبل به أحد وأضاف أبو الغيط أن الواجب العربي يحتم التضامن مع المملكة وهي تواجه تلك التهديدات الخطيرة لأمنها وأشار إلى أن توسيع دائرة الصراع في اليمن أمر مؤسف وتقف وراءه أطراف معروفة تستهدف ليس فقط استمرار المواجهة في اليمن قائمة دون أفق لنهايتها بل إشعال الأوضاع في المنطقة كلها واعتبر الأمين العام من الاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا عندما تعيد هذه الأطراف النظر بالكامل في سياساتها تجاه العرب شكرا